يعمل مشروع أكسيبت التابع لوزارة السروة الحيوانية والإنتاج الحيواني في حل الخلافات وخلق بيئة ملائمة وهادئة بين المزارعين والرعات ومن أجل تقييم عمل المشروع وإيجاد حلول دائمة للنزاعات بين المزارعين والرعات جاء هذا اليوم العلمي الذي نظمه المشروع لجمع النتائج التي لحظت في الميدان وتقديم الإقراحات للجهات المعنية المدير العام لمعهد به سسروة الحيوانية من أجل التنمية أكد بأن الخبراء في مشروع أكسيبت عملوا بشكل جيد في الميدان وذلك من أجل إيجاد الحلول المناسبة للصراع المتكرر بين المزارعين والرعات أما في مداخلته خلال المناسبة وزير سروة الحيوانية والإنتاج الحيواني أوضح بأن النتائج الميدانية التي جاء بها الخبراء في مشروع أكسيبت ستأخذ في الحزبان من أجل حل مختلف المشاكل التي تواجه التنمية الرعوية يعملوا الخبراء المشاكل ومعاركين في هذا اليوم العلمي في تبحيد النتائج الميدانية وتنسيق العمل حسب الخطة التي وضعها مشروع أكسيبت منذ العام 2019 وتطبيقها على أرض الواقع